ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من أبرز هذه المحاور محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي والذي دفع بالمزيد من الخدمات والمعاملات الرقمية في عمل الوزارات والهيئات الحكومية مع السعي نحو تعزيز الابتكار وتقييم وقياس جودة ما تقدمه من خدمات للجمهور حيث شملت سلسلة من البرامج والمبادرات الوطنية التي كفلت هذا التوجه الحكومي مملكة البحرين كانت سباقة في التطور والتحول الرقمي حيث أسست بنية تحتية قوية لقطاع الاتصالات وانعكست هذه الريادة بشكل واضح على التحول الشامل للخدمات والأنظمة الإلكترونية والتي بلغت نسبة استخدامها 90% كما أصبح الأمن السيبراني وأمن المعلومات أحد أهم أركان الأمن الشامل والذي يشكل الأولوية الرئيسية في حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية إن الجاهزية التقنية العالية التي وصلت إليها الحكومة والتحول الرقمي الشامل بحزمة كبيرة من الخدمات والأنظمة المترابطة المقدمة من خلال عدة قنوات دفعت للتخطيط نحو المستقبل والاستفادة من هذا النجاح على المستوى الوطني من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية للاقتصاد الرقمي تقوم على مشاركة كافة المؤسسات الوطنية في تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة